الناحية التنظيمية في السنغال مبارح كانت سيئة للغاية كان من الواجب أساساً أن حاجة زي دي ما تخشش الستاد حاجة زي دي ما تخشش الستاد وبالتالي اللي حصل مبارح أن أنت اتغلبت وتهزمت وإحنا دخلين الستاد في المباراة الأخيرة أمام السنغال اللي كانت في القاهرة ما كانتش ينفع أساساً تروح بحاجة زي دي ولأن احنا شعب ملتزم وناس ملتزم روحنا كلنا على هناك وشعب السنغالي كان من المفترض أن التنظيم السنغالي أو المنظمين في السنغال أن هما يمنعوا دخول مثل هذه الأمور أنا معرفش إيه تاني دخل زي ما حضراتكم شوفتم بارح كمية الأزايز اللي ترمت على اللاعبين أدي إيه يعني كمية أزايز مرمية ليزر بيتحط في عينيك 120 دقيقة حتى في رقلات الترجيح وشهادة من دكتور كبير أن هذا الموضوع بيؤثر وبشكل سلبي يعني هو جاوب الدكتور أحمد جاوب على الموضوع بشكل واضح أو على السؤال بشكل واضح نعم تؤثر بشكل سلبي أصار نقطة مهمة جدا أن اللجنة الطبية في الفيفا لازم تدينا رأيها في هذا الأمر لازم تدينا رأيها في هذا الأمر وهذه واحدة برضو من الحاجات اللي برضو الشناوي ترمت عليه أثناء المباراة أعضاء اتحاد الكرة نفسهم أنا اللي هقوله بقى في الفقرة اللي جاية إن شاء الله اتحاد كرة القدم نفسه كواليس اللي حصل في السنغال عندي كواليس مهمة جدا والحاجات اللي ما تصورتش والحاجات اللي إيه اللي حصل في أثناء اجتماعهم مع بعض ومين موافق على وجود كارلوس كيروش ومين مش موافق على وجود كارلوس هقول لحضراتكم كل التفاصيل وبالأسماء بالمناسبة ولكن أنا بس عايزة أوصل إيه أنت بتعمل كل ده إيه يا إسلم أنا ما بعملش حاجة أنا بأوري لحضراتكم إيه اللي حصل إمبارح وعلى الموقف الرسمي من اتحاد كرة القدم إن هو بعت شكوى ضد الاتحاد السنغالي لازم يرفق في الشكوى كل الكلام اللي أنا بقوله ده حضرتك آدي الليزر وأنا جربته على الشاشة أنا مش حاسة أجربه تاني لكن أنا جربته على الشاشة شوف حضرتك أنا لو جربته في أي حد لو حد جربه فيه زي ما أنا كنت داخل الدخلة كلها من ساعة ما مشيت من هناك لغاية ما وصلت هنا ووقفت لغاية مكالمة الدكتور أحمد إحنا كنا جايبين الليزر إدارة التقنية جابت لنا الليزر وحطتولي بسألولي ما تبصش عليه فما بقى لحضرتك ده واحد ده الليزر واحد ما بقى لحضرتك بقى بقى آلاف أربعين أو تلاتين أو خمسة وعشرين عشرين ألف من إمبارح مسكين الإقلام الليزر دي وبيعملوا كده ده لو ميت واحد ده لو ميت ليزر بس مسلطين على اللاعبين اللاعبة دي هتتعب يجب أن يكون هناك مساندة قوية لهذا الملف عشان الناس تعرف أن مصر مش هتسيب حقها هتسيب حقك إيه أنا مش ببيع وهم ولا بقول لكن أنا بقول حاجات حقيقية وما بقولش أن المطش يتعد بكرة أو أن المطش مثلا ممكن يتعد نسبة أن المطش يتعد نسبة صغيرة جدا لا تتعدى الواحد في الماء يمكن أقل لكن ليه حق لازم أدفع عنه لازم أقول أن محمد صلاح ظلم مبارح في ركلة الجزاء مش محمد صلاح محمد صلاح هو بقية اللاعبين هتقول للشناوي هقولك الشناوي لو تاخدوا بالكه هو وقف أيها في الكرة دي تحديدا عمل إيه تعالي يا شهر تعالي تعالي وإنت محمد الشناوي في الكرة اللي زي دي عمل إيه وهو وقف عمل كده وبعدين حرك راسه أول ما حرك راسه بعد عن الليزة زكي بيفكر قدر إنه هو بسرعة يخطف الموضوع